اهلا صغاري اليوم سنستمع الحكاية جديدة عنوانها نظارة جدتي تضيع جدتي نظارتها كثيرا وتسأل نفسها اين وضعتها يا ترى جدتي تحتاجني دائما لابحث لها عن نظارتها الضائعة تكون نظارتها في الحمام او على سريرها او فوق رأسها وحين اشير اليها بانها فوق رأسها تتلوى من الضحك وتحمر خجلا من سهوها ثم تقول اصبحت اجوزا حقا شكرا لك حبيبتي وفي يوم زارت العمة زينب جدتي فتبادلت معها اخبار العائلة والجيران وهما تشربان الشاي معا وتأكلان الحلوى التي صنعتها امي ارادت الجدتي ان تحضر الوجاح الذي حاكته لجريه لعمتي لكنها ما وجدت فنادتني كالعادة لابحث لها عن نظارتها لسوء الحظ لم اجد نظارتها هذه المرة لا اثر لها لا في الحمام او على سريرها او فوق رأسها سألت اختي ماذا فعلت جدتي طوال اليوم واين تنقلت اجابت كانت مشغولتنا اليوم فقد كتبت رسالة الى اخيها اهن اختي انا لا اريد كل هذه التفاصيل اريد فقط ان اعرف اين تنقلت جدتي لأحدد مكان نظارتها سألت امي السؤال نفسه ماذا فعلت جدتي طوال اليوم واين تنقلت اجابت امي تحدثت جدتك هاتفيا ولوقت طويل مع خالتك وانهت حياكة وشاح اختك ثم خرجت لتتمشى قليلا ماما حبيبتي اكثر هذه المعلومات والتفاصيل لا فائدة منها الا واحدة فهل عرفتموها يا احباء الصغار صحيح فلحكاية الوشاح لا بد من استعمال النظارة فها هي ذي لقد كانت ملفوفة بخيوط الوشاح الذي نسيته على الطاولة وإلى جانبه القلم إلى اللقاء يا اصدقاء مرحبا صغاري رجبت جدي مرات عديدة ان يسمح لي بدخولها لكنه رفض وفي احد الايام فاجأني بقوله ساعطيك مفتاح الغرفة عندما تكبر فاجبته على الفور لكني كبير بعد شهر واحد سيصبح عمري عشر سنين ضحك جدي ثم قال لا بأس لا بأس بعد شهر اذا ذهبت الى بيتنا وانا احلم بتلك الغرفة وصرت افكر في محتوياتها اهي تضم لعبا قديمة ام كنزا ثمينة ام مصباحا سحرية صرت اعد الايام يوما بعد يوم بقي اسبوعان اسبوع يوما وفي صباح عيد ميلاد العاشر استيقظت مبكرا جدا وذهبت مسرعا الى بيت جدي المجاور لبيتنا وما ان فتح جدي الباب حتى قلت له ها قد اصبح عمري عشر سنين ضحك جدي وقال بكلمات متقطعة وهو يبتسم انت طفل عنيد انا تعرف الصبر خذ المفتاح واكتشف ما بداخل الغرفة سرت باتجاه الغرفة وسامعت دقات قلبي من شدتها فتحت الباب بهدوء ودخلت الغرفة بخطا بطيئة فاذا باصوات غريبة تنبعث من الرفوف اشعرتني بخوف جديد فاغلقت عيني بسرعة بعد وقت قليل سامعت صوتا وقورا يقول منذ زمن لم نعد نرى احدا من الناس ليت هذا الصبي يعرفنا على اناس جدد فتحت عيني فرأيت مجموعة من الكتب مختلفة الاحجام والالوان ومرتبة ترتيبا يشوق القارئ على قراءتها بقيت ساعات اتنقل من كتاب الى كتاب حتى انهاكني التعب خرجت لاستأذن جدي بنقل هذه الكتب الى مكتبة عامة لينتفع بها جميع الناس فرحب جدي بالفكرة الى اللقاء اهلا صغاري اليوم سنستمع لحكاية جديدة عنوانها قطار المدرسة في الطريق الى المدرسة كان هناك قطار قديم فوق سكة حديدية لا يتحرك ولا يطلق صفارته كنا كلما مررنا قربه نصعد للعب في مقصوراته فيأتي عم منصور الحارس العجوز وينهانا ويمنعنا من الصعود فنجري في الحقول بعيدا عنه تعودنا على هذا المشهد كل يوم حتى صار اطفال القرى المجاورة والاحياء القريبة يقلدوننا فيما نفعل في الطريق الى المدرسة كان هناك اطفال كثيرون يمرون امام القطار القديم لقد قدموا جميعا من القرى المجاورة او من الاحياء القريبة حل فصل الشتاء البارد وبدأت الامطار تتساقط وصارت الطريق موحلة قلنا لعم منصور كيف سنصل الى المدرسة يا عمنا فقال لنا لو كان هذا القطار يعمل لحملتكم فيه الى المدرسة فقد كنت سائق قطارات عندما كنت شاب قلنا له ألا يمكن ان تصلحه يا عمي فقال لنا تعالوا لتساعدوني على ذلك وبسرعة تجمع الأصدقاء والصديقات وتدافعوا نحو القطار هذا ينظف ما علق به من صدق وذاك يطلي أبوابه بألوان الأزهار والورود انطلق القطار كان يحمل الأطفال طول الطريق ويسير بهم نحو المدرسة كانوا بنات وبنينا من كل الفصول وكنا جميعا نغني مدرست الحلوة مدرست الحلوة مدرست الحلوة فيها تربينا إلى اللقاء أهلا أحبتي اليوم سنستمع لحكاية جديدة عنوانها سلوى وعلبة الأقلام سلوى بنت تعيش في قرية ولم يكن لها إخوة ولا أصدقاء وفي يوم من الأيام كانت سلوى في بيتها وحيدة قالت في نفسها وهي حزينة لو كان لي أخ لعبت معه في فناء الدار ولو كانت لي أخت لرافقتني إلى المدرسة سمعت الأقلام شكوى سلوى فخرجت من علبتها وقالت لها أرسمي يا سلوى الطفلة سيكون لك صديقة رسمت سلوى خطا وقالت هذا ولد أرجو أن يكون صديقا لي لي صديقا قال القلم صورة الولد غير كاملة أرسمي له أذنين يصغي إليك ويسمع ما تقولينه ويصغي إلى دروسه رسمت سلوى للولد أذنين فقال لها القلم ألا ترسمين له فمن كي يتكلم معك ويقرأ عليك قصصا جميلة رسمت سلوى للولد فمن فابتسم لها الولد قال لها القلم ألا ترسمين له يدين كي يكتب بهما ويلون ويرسم رسمت سلوى للولد يدين فلوح لها بهما قال لها القلم ألا ترسمين له رجلين كي يرافقك في الطريق إلى المدرسة وتلعب معا في الساحة رسمت البنت سلوى للولد رجلين فجرى إليها وقال لها تعالي نذهب معا إلى المدرسة رجعت الأقلام إلى علبتها وأصبح لسلوى صديق يرافقها إلى المدرسة ويلعب معها في الساحة وفي القرية إلى اللقاء